في واحدة بتسأل سؤال بتقول احفادي بيقوله ان قيين بعد قتله لهبيل ورحيله تزوج هل كان يوجد ناس غير ادم وحوة في مكان اخر وشكرا الكتاب المقدس في بدايته لم يتكلم فلم يتكلم عن نساء غير حوة لكن التقليد اليهودي بيقول ان حوة انجبت قيين ومعه اخت يعني توأم يعني ولد التوأم وفي الولدة التانية ولد التوأم فكان قيين معه اخت وكان هبيل معه اخت فكانوا بنتين وولدين لما قيين تزوج اخت هبيل وهبيل لم يتزوج قبل ان يتزوج اخت قيين اتأتل فلما اتأتل قيين خرج من لدن الرب هو ومراته وانجب اولاد هبيل بعد ما مات اخته تزوجها شيس وانجب منها قيين انجب نسل الناس الاشرار وشيس الناس الابرار ولاد شيس اسمهم اولاد الله واولاد قيين اسمهم بنات الناس ومن هنا ابتدت الخليقة تتكون لكن الكتاب واضح المنذ البدء خلقهما ذكرا وانسا فوضوح الكتاب بيبين ان من هذا الذكر والانسا خرجت الخليقة كلها كانوا الاخوات في البداية بدأت تزوجوا لكن بعد ما ابتدت تكتر الخليقة بالضبط هقولك زي ايه زي مثلا لما بتقوم ثورة في بلد من البلاد يعني ثورة 53 لما قامت عندنا في مصر كانوا بيمشوا الدولة بقرارات جمهورية يعني كل ما يشوفوا موضوع يطلعوا قرار جمهوري كل ما يشوفوا مشكلة يصدروا لها قرار جمهوري فضلوا يصدروا قرارات جمهورية لغاية ما تعمل الدستور بمجرد ما تعمل الدستور توقفت القرارات الجمهورية هي كذا كان كل واحد من حقه يتجوز الوحدة اللي يقابلها يعني ما فيش واحدة تانية فكان لازم يتزوج أخته وبعد كده إبراهيم نفسه أبو الأباء تزوج أخته بس مش من أمه من أبوه لكن بعد ما الخليقة ابتدت تكتر وابتدت يدخل الدستور وابتدى يدخل العلم حتى وصل إلى أيامنا هذا إن زواج الأقارب ما هواش صحي ترجمة نانسي قنقر